كيف يمكن تقويم مهارات الاستماع لدى الطلاب؟ أنت كمعلم لغة عربية، لو أنك اتخذت قراراً بأنك تريد أن تكتشف مستوى طلابك في مهارات الاستماع، ما الطرق أو الوسائل التي يمكنك أن تستخدمها للحكم على مستوى الطلاب في مهارات الاستماع المختلفة؟ هناك تقويم يتم في ضوء الأهداف، في هذا النوع من التقويم يعود معلم اللغة العربية إلى المنهج أو الوثيقة أو الكتاب المقرر على المتعلمين ليحدد أهداف مهارة الاستماع في هذا المنهج، ثم يتبنى هذه الأهداف ليقوم بتصميم مواقف لاختبار قدرة المتعلمين على تحقيق كل هدف من هذه الأهداف. إذن التقويم في ضوء الأهداف هو تقويم لمهارة الاستماع يتم في ضوء الأهداف المرصودة في كتاب الوزارة المقرر على الطلاب. ينطلق المعلم من كل هدف ويقوم بتصميم موقف اختباري استماعي ليحكم هل ينجح طلابه في تحقيق هذا الهدف أم أنه ما زال لديهم قصور في تحقيق الأهداف. لا بد أن يسفر هذا التقويم عن تصنيف الطلاب إلى هؤلاء الذين تمكنوا من تحقيق الأهداف وهؤلاء الذين لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف حتى يبدأ المعلم في تقديم نوع من التدريب العلاجي لتعويض النقص في تحقيق الأهداف المرصودة لمهارة الاستماع. هناك نوع آخر من التقويم هو التقويم الذي يتم في ضوء المهارات. كل صف من الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هناك مستوى معين من المهارات يجب أن يتقنها المتعلمون في الاستماع. هذا التقويم يجيب عن سؤال هل وصل المتعلمون إلى المستوى المحدد للمهارات المطلوبة منهم أم أن أداءهم في مواقف الاستماع ما زال يتصف بالقصور والعجز عن الوصول إلى سقف المهارة المطلوبة. إذن يبدأ المعلم في هذا النمط من التقويم بتحديد المستوى المعياري لكل مهارة من مهارات الاستماع. وتحديد الطلاب الذين سيقوم باختبارهم ثم يقدم أسئلة كل سؤال أو أكثر يقيس مهارة محددة من مهارات الاستماع. لا بد أن يخلص المعلم في هذا النوع من التقويم إلى تصنيف الطلاب على أساس المهارات التي أتقنوها والمهارات التي ما تزال تحتاج إلى تدريب إضافي حتى يحقق المتعلمون المستوى المرجو فيها. هناك أخيرا التقويم التتبعي لمهارات الاستماع. في هذا النوع من التقويم يعمد المعلم إلى استخدام ما يسمى بملف الاستماع. في هذا الملف يقدم المعلم اختبارات ومواقف استماع متنوعة ومتكررة لكل طالب. لقياس مستوى أداء الطالب في فترات زمنية متقاربة. على المدى البعيد تتوفر لدى المعلم بيانات ومعلومات تكشف عن المهارات التي أتقنها الطالب. وعن مدى نمو وكيفية نمو الطالب في كل مهارة من مهارات الاستماع. إذن التقويم التتبعي هو هذا النوع من التقويم الأصيل أو الحقيقي الذي يعتمد على ما يسمى ببناء البرتفوليو أو ملف الذي يؤكد فيه الطالب أنه أتقن مهارات الاستماع بشكل جيد. هذه هي أهم طرق التقويم التي يمكن أن يستخدمها المعلم في تقويم مهارات الاستماع لطلابه.